أهلا بكم من جديد أصبحت مدينة رفح في قلب أزمة إنسانية بالتزامن مع استعداد إسرائيل لتحويل تركيز هجومها على قطاع غزة إلى المدينة الواقعة أقصى جنوب القطاع وشهدت المدينة وصول مئات الألاف من النزحين الفلسطينيين بحثا عن مكان آمن لا يطالهم فيه القصف صاحب ذلك طلب كبير من الغذاء والإمدادات الأخرى بالتزامن مع تحويل قوات الاحتلال الإسرائيلي تركيز هجومها على قطاع غزة إلى مدينة رفح الفلسطينية فإن المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع أصبحت في قلب أزمة إنسانية بالفعل مدينة رفح شهدت وصول مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين بحثا عن مكان آمن لا يطالهم فيه القصف وتحولت المدينة لملاقع ومخيمات يقيم فيها نحو واحد ونصف مليون شخص بحسب الأمم المتحدة لما أجينا على الخيم ما شفنا حاجة في الخيم هنا أجينا من المدارس أجينا في الخيم هنا ما ناشعني أننا أصبح في الخيم بس الموضع بالمرة صعب فينا في رفح صعب بالمرة كله غالي وكاوي يعني لو اشتري عدوة قيد يعني الله يزدك بعشرين شيء كله غالي وكاوي هنا أجينا نقبل كيس الطحيم من هنا عشان خطرة الطنيات هذا ما أنت شايف الوضع هذا اللي احنا شايف نقول ربنا يفرج علينا قد اليوم اليوم بكرة ولا بكرة سير هده يصاحب ذلك طلب كبير على الغذاء والإمدادات الأخرى في رفح بالإضافة للمساعدات المحدودة المسموح بدخولها إلى غزة منذ بداية الحرب نازحين في المناطق الجنوبية من منطقة رفح بعد نزوح المنطقات خان يونس والمناطق الوسطى الناس تكدست في كلها في مناطق رفح وكميات الغذاء التي تصل للسكان غير كافية ومحدودة جدا وبنطالب بإدخال مساعدات كافة للسكان عودة النازحين لأماكن سكناهم وعلى الرغم من تدفق الفلسطينيين الباحثين عن الأمان إلى مدينة رفح الفلسطينية لم تنجو المدينة أيضا من القصف الجوية الذي شمل سلسلة غارات جوية خلال الأيام الماضية